بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية هنأخذ الأداة التانية من أدوات إدارة التكلفة ألا وهي نظرية القيود Theory of Constraints نشأة نظرية القيود في الثمانينات من القرن الماضي طور إلياهو جولدرت مدخل لجدولة الإنتاج Scheduling Approach يسمى تكنولوجيا الإنتاج الأمثل Optimized Production Technology الأو بي تي كما أظهر مصطلح يسمى التصنيع المتزامن Synchronous Manufacturing وذلك في عام 1984 والذي أصبح يعرف بنظرية القيود Theory of Constraintes T.O.C. عام 1987 ونشأت أفكار نظرية القيود من جدولة الإنتاج حيث ظهرت فيها أهمية إدارة الإختناقات إدارة الإختناقات والتي عادة ما تكون نتيجة الآلات التي تعمل بطاقة أقل من طاقتها نتيجة مشاكل في تشغيلها سواء بسبب أعطال تحدث فيها أو ضعف في مهارات العاملين حيث اتسعت نقطة التركيز من الإختناقات البوتلنيكس إلى القيود إلى القيود كونسترينتس على أساس أنها أي شيء يمنع أو يعوق النظام من تحقيق أهدافه ما هي القيود ونقاط الإختناق؟ القيد هو أي شيء داخلي أو خارجي يحد من قدرة المشاعة على توليد عائد العمليات الداخلية الثروبوت ويعوق النظام من تحقيق مستوى أعلى للأداء لتحقيق الهدف والهدف المناسب يجب أن تحدده المنشأة من البداية وهو في المنشأة الصناعية تحقيق أموال الآن وفي المستقبل يبالهدف في المنشأة الصناعية هو تحقيق أموال الآن وفي المستقبل ويؤكد بأن نظرية القيود هي تحول ظاهر في إدارة المنشأة حيث يتطلب من الإدارة أن تنتقل من التركيز على عالم التكاليف الكوست وورلد إلى التركيز على عالم عائد العمليات الداخلية ثروبوت وورلد وذلك بالتركيز على القيود والطاقة الحقيقية وإدارة تخفيف الصدمات مما يؤدي إلى تحقيق عملية التحسين المستمر ويزيد من قدرة المنشأة على تحقيق أهدفها ترجمة نانسي قنقر